شهد محافظ الدقاهلية أيمن مختار فعليات الجلسة الحوارية التي نظمتها المحافظة بتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي ذلك ضمن حزمة من الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية والاتحادات الإقليمية والنوعية حول دول منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة وثمن محافظ الدقاهلية دورا الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة والذي يشكل تحالفا مهما من خلال حجد جهود المجتمع في الدفع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وجودنا النهاردة في محافظة الدقاهلية خاصة مع الأحداث الخاصة بافتتاحات المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واختيار محافظة الدقاهلية نحن نكون نهاردة لقاء الجماهيري بعدادة لقاءات في كل المحافظات اللي فاتت بالشراكة ما بين التحالف الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني بيأكد طول الوقت أن نحن بنوسع دائرة الحوار المشتركة وتقبل الأراء الخاصة سواء من جنفئة الشباب أو جماعة الأهلية طبعا نهاردة المحاور نحن عارف أننا استقبلنا كمجلس أمناء الحوار الوطني لأمانة فنية استقبلت 36 ألف مقترح من المواطنين و15 ألف مقترح بمشروع قانون نحن قسمنا المحاور إلى ثلاث محاور رئيسية المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي ترجمة نانسي قنقر